في مفاجأة كبرى غادة عادل بتفضح فبركة مقلب رامز جلال رامز موفي ستار بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو ومصر تبحث عن الذهب بأمر عاجل من الرئيس السيسي وتحذيرات من الحكومة المصرية من الأيام المقبلة في مصر وعاجل مشروع قانون جديد حول تعدد الزوجات في مصر وتطورات جديدة في قضية الشوكولاتة التي تحتوي على الخشخاش المثيرة للجدل وأهم منذ قليل الأمن يكشف تفاصيل فيديو المطاردة المثير للجدل في مصر في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل في هذا الفيديو لألف لايك وصلوه لألف لايك وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو أدها نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معنا ومصر تبحث عن الذهب بأمر عاجل من الرئيس السيسي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على سبع قواليد للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في الصحراء الشرقية جاء تصديق الرئيس السيسي بعد أيام من موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنف الجبال على عدد من مشروعات قوانين تشمل البحث والاستغلال الذهب والمعادن في منطقة جبل إيقاط جبل الجرف وجبل مسيح وجبل علبة ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية ومنطقة فطيري بالصحراء الشرقية ومنطقة حنجيلة وأم عود بالصحراء الشرقية ومنطقة عتود بالصحراء الشرقية كما سيتم البحث بمنطقة وادي العلاقي الواقعة بين قطية عرض 22 درجة جنوبا و23 و300 درجة شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014 ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية ومنطقة البرامية بالصحراء الشرقية المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام منطق مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة كبرى غادة عادل بتفضح فبركة مقلب رامز موفي ستار وكشفت حلقة الفنانة غادة عادل أمس في برنامج الفنان رامز جلال رامز موفي ستار عن فبركة البرنامج وأثارت حالة كبيرة من الجدل بعد عرضها أمس الأربعاء 6 إبريل والخامس من شهر الرمضان وتسبب اعتراف غادة عادل خلال برنامج المقالب رامز جلال في صحة ما أثير حول فبركة الحلقات ومعرفة الضيوب بالمقلب مسبقا قبل الذهاب لتصويره اعترفت غادة عادل في الحلقة أنها مرت بوعكة صحية قبل تصوير الحلقة وكان تاريخ هذه الوعكة هو 6 مارس الماضي ما يؤكد أن غادة قام بتصوير المقلب بعد هذا التاريخ وتزامنا مع وعكة غادة عادل الصحية في الأول من مارس الماضي قام المستشار مرتضى منصور بفتح مقالب رامز جلال وكشف أن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل طلب جواز السفر لتصوير حلقة رامز موفي ستار وهو ما يؤكد أن الضيوف يعلمون بالمقلب قبل الصفر في 13 مارس الماضي قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق لن يقف على رئيس نادي ولا لاعب وأضاف منصور خلال مدخلة هاتفية أبو جبل استبرى لمدة عشرة أيام يتصل علي أو على أمير لكي يحصل على جواز سفره لافتاً كنت أفكر أنه يريد جواز سفر لكي يسافر السعودية للتعاقد مع أحد الأندية لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال وزي ما حضراتكم عارفين أنه تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة مع النجم العالمي فندا المصدر معنا كامل صحيفة الموجز وأترك لحضراتكم التعليق وعاوز أعرف رأيكم في برنامج المقالب رامز موفي ستار اللي بيعرض على قناة NBC مصر عاوز أعرف رأيكم في هذا البرنامج وهل فعلاً هذا البرنامج مفابرك؟ بمعنى إيه مفابرك؟ يعني هل رامز فعلاً بيتفق مع الممثلين والمشاهير قبل تصوير حلقات المقالب أم لا؟ أترك ليكم التعليق وعاوز أعرف رأي حضراتكم جداً في هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحذيرات من الحكومة المصرية من الأيام المقبلة في مصر وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة القادم الموافق 8 إبريل ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في قاهرة يوم الجمعة 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار و17 درجة ليلة فيما تنقفض درجات الحرارة 13 درجة مئوية يوم الجمعة مقارنة بيوم الخميس حيث من المتوقع أن تصل العظم بالإسكندرية 24 درجة مئوية وتنقفض ل16 درجة وقالت المسؤولة في هيئة الأرصاد المصرية منار غانم نتعرض لكتلة هوائية شمالية غربية تؤثر على البلاد امتداداً لمنخفى الجوي في طبقات الجو العليا بدءاً من يوم الجمعة المقبل حتى يوم الثلاثاء وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع أن نشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل مقارنة باليوم ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ورجه البحر والسواحل الشمالية وجنوب سينة وشمال الصعيد على فترات متقطعة نصحت غانم المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية خلال الساعات المتأخرة من الليل يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يسود تقس مائل للبرودة وتسجل الصغرى بالقاهرة 17 درجة مئوية منعاً للإصابة بنزالات البرد خاصة في ظل حرص عدد كبير من المواطنين على النزول إلى الشارع بعد الإفطار الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المصدر معنا كان من صحيفة المصر اليوم وأترك لخضراتكم التعليق على هذا الخبر المهم معنا ننتقل مع بعض الخبر آخر بعاجل مشروع قانون جديد حول تعدد الزوجات في مصر وأعدت النائبة في مجلس النواب المصري نشوة ديب مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية بيتكون من 102 مادة بخلاف مواد النشر لمواجهة العوار الموجود بقانون المعمول به حالياً ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإخبار الزوجة برفبته في الزواج بأخرى على أن يمتثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تختر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات كما نصت المادة 15 على أن تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصياً ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان يعد ذلك موافقة منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله قانوني ونصت المادة 16 على أنه إذا مسلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصيها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما فإن لم توفق في مساعيها وأصر الطرفان على موقفهم فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عدة متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على الزوج أن يكون ملتزم بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها أن كان لهم أولاد لاستفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها فإذا وافق أقر له التعدد مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخلى بهذه الالتزامات كما نصت على أنه في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات السابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطلقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستفاء كافة الحقوق فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقيت طلب معلقا حتى تمام الاستفاء بالحقوق هذا وفي حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزوج بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حالة رغبة الزوج في التعدد يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه المصدر معنا كان من صحيفة الدستور وعاوز أعرف رأي حضراتكم في مشاريع هذه الموالد لتطبيقها أترك ليكم التعليق عاوز أعرف رأي حضراتكم بشأن مشاريع هذه القوانين أترك لحضراتكم التعليق مرة أخرى ننتقل مع بعض الخبر آخر وتطورات جديدة في قضية الشيكولاتة المثيرة للجدل التي تحتوي على الخشخاش كشف رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر أيمن حسام الدين تفاصيل جديدة بشأن قضية وجود نوع من الشيكولاتة في الأسواق يحتوي على نبات الخشخاش المخدر وقال حسام الدين تحفظنا على الكثير من أنواع الشيكولاتة إذ وصل عددها إلى 7500 صندوق وأرسلناها إلى المعمل لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مخدر خشخاش أم لا أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه منذ تقديم البلاغات أمس شن الجهاز حملات على الأسواق وتم سحب عينات للتأكد أضافة تم تحويل العينات للمعمل وهو الحاسم في الأمر إن كانت الشيكولاتة تحتوي على أي نوع من مخدر أم لا وواصل المهندس أيمن حسام الدين نتيجة التحليل سوف تظهر بعد خمسة أيام وإذا كانت الشيكولاتة غير مطابقة للمواصفات وإذا ثبت أن هناك نوعا ما من المخدر بها فسوف يتم تحويل الأمر كليا للنيابة فورا وكان الرئيس السابق لجامعة القاهرة جاب النصار قد كشف وجود شيكولاتة بالخشخاش في الأسواق سبب إيجابيا تحليل المخدر لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانا وذلك نتيجة تناول إحدى منتجات الشيكولاتة المستوردة من الخارج والتي كشفت وجود نبات الخشخاش في مكوناتها وقال نصار في منشور له على حساب الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ مدة ليس بالقصيرة شكى لي الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة واتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش المصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24 أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إذن يعني بعد معرفة الجهات المختصة بهذا الأمر بوجود مشكلة ما وهم جهاز حماية المستهلك يعني قاموا على الفور بالتحرك لتحليل هذه الشوكولاتة لمعرفة إذا كان فيها الخشخاش أم لا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وأهم منذ قليل الأمن يكشف تفاصيل فيديو المطاردة المثير للجدد كشف قوات الأمن المصرية تفاصيل مقطع فيديو لشرة على السوشيال ميديا لعدد من المواطنين يستوقفون إحدى السيارات بالجيزة تحاول الفرار بأحد الشوارع بالمنطقة قالت الداخلية في بيان لها إنه بعد تداول الفيديو على السوشيال ميديا لعدد من المواطنين يستوقفون إحدى السيارات بالجيزة تحاول الفرار تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد محل الواقع بدائرة قسم شرطة بلاء الدكرور وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الواقعة وتبين حدوث مصادمة بين سيارتين ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار إلا أن الأهالي تمكنوا من استيقافه ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والطراض بين الطرفين أوضحت الأجهزة الأمنية في البيان أن قائد السيارة الذي حاول الفرار من محل الواقعة له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر جديدة بالقاهرة ولا يحمل ترخيص قيادته للسيارة بالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بصرقتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبمواجهته أقر بصرقته للسيارة بأسلوب المغافلة مصدر معانا كان من قهر 24 أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر وتحية كبيرة لرجالة فيصل أترك ليكم التعليق وجينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضرككم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير وشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته